سد نوفا كاخوفاكا هو أحدث خسائر البناء التحتية التي يتم استهدافها مع استمرار دوران آلة الحرب بين روسيا وأوكرانيا فالسد الاستراتيجي الواقع على نهر دامبرو كان هدفا للقصف هذه المرة لكن الفاعل حتى الآن مبهول وسط تهمات متبادلة بين موسكو وكييف من يتحمل المسئوليته سراع نوفا كاخوفاكا وصل إلى طاولة مجلس الأمن فقد حمل مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أوكرانيا مسئولية تفجير السد مشددا على ضرورة تحمل الغرب وكييف مسئولية هذه الكارثة أما مندوب أوكرانيا فقد اتهم روسيا بتلغيم السد وتفجيره من الداخل مؤكدا أن الحادث قد يفاقم من أزمة المياه في شبه جزيرة القرم وخرسون وعلى الجانب الآخر حيث بيل جورد التي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت فيها لمحاولة تواغل أوكرانية باستخدام الدبابات وقوات المشاه وأجبرتها على التراجع وفي منطقة الصراع القديمة الجديدة باخموت حيث عادت لتشكل منطقة حرب رئيسية بين روسيا وأوكرانيا مجددا بعدما أرسلت كييف الجنود والمدفعية والدبابات في تركيز للقوة النارية بشكل غير مسبوق في وقت لا تزال فيه روسيا محتفظة بكثير من قواتها هناك وفي مفاجأة كبيرة أقرت روسيا ولأول مرة منذ بداية الحرب بخسائر بشرية كبيرة بعدما أعلنت على لسان وزير دفاعها سيرجي شويجو مقتلى 71 جنديا وإصابة العشرات خلال تصدي الهجوم الأوكراني على مدى ثلاثة أيام ولكن يبدو أن الأسوأ لم يأتي بعد في ظل مخاوف من كارثة جديدة بسبب محطة زابوريجيا النووية التي تعد الأكبر في أوروبا ولكن وكالة الطاقة النووية قالت إن بركة تبريد كبيرة للمحطة النووية ممتلئة ولديها ما يكفي من المياه لعدة أشهر إذن فصل جديد شهدته الأزمة الأوكرانية بعد أن انفجر جزء من سد نوفا كخوفاك الاستراتيجي المهم في جنوب أوكرانيا وغمرت مياهه المنطقة فهل تواصل روسيا وأوكرانيا كرة السراع المتدحرجة؟ ترجمة نانسي قنقر